أعرب قداسة البابا فرانسيس عن تقديره وامتنانه لجلالة الملك عبد الله الثاني لاهتمامه بالمجتمعات المسيحية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها وأشاد قداسته بجلالة الملك خلال لقائه سمو الأمير الحسن بن طلال والمشاركين في الندوة التي أقيمت بين قسم الحوار بين الأديان في الفاتيكان والمعهد الملك الأردني للدراسات بين الأديان وقال جلالة الملك لا يتوقف أبدا عن تكرار أن المسيحيين هم من السكان الأصليين لتلك الأراضي المباركة لافتا إلى أن المعهد الملكي للدراسات الدينية في عمان يهتم بالحفاظ على التراث العربي المسيحي وتعزيزه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وختم الحبر الأعظم بتوجيه المجتمعين قائلا إن التزامنا المشترك هو من أجل حياة صالحة تمجد الله وتعطي الفرحة للذين نلتقي بهم في حجنا الأرض